اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شاشة ممتازة زوايا الرؤية والتشبع والألوان الممتازين مش هتلاحظ معي مشاكل وبنسبة جدا في الفاس سعرية اللي الجهاز موجود فيها الجهاز بيجي بأندروت 13 واجهة شاومي الميو اي 14 والجهاز هيتم تحديثه لأندروت 14 واجهة هايبر او اس الجديدة من شركة شاومي بالنسبة للمعالج والأداء الجهاز بيجي بمعالج ميديا تيك هيلو جي 99 ألترة بتردد بوصل لتنين فاصلة تنين جيجي هرتز ومعالج رسوميات مالي جي 57 معالج مناسب في الفاس سعرية اللي الجهاز موجود فيها مش هتلاحظ معي مشاكل في الأداء تنقل وتصفح بين الطبقات حتى في الألعاب هيقد بشكل مناسب والجهاز بيجي بنسختين من الرام والتخزين نسخة 8 معانتين 56 ونسخة 12 جيجا رام مع 512 جيجا زاكرة تخزين الرامات من نوع دده R4 وزاكرة التخزين UFS 2.2 ليست الأحداث طبعا ولا الأسرع لكن تعتبر مناسبة في الفاس سعرية اللي الجهاز موجود فيها والجهاز بيدعم تركيب كارت زاكرة خارجي ودعم الشرحتين 4G فقط ودعم مقاومة الماء والغبار IP54 بالنسبة لكامرة الجهاز الجهاز بيجي بكامرة خلفية بتلاتة على ساتل 64 ميجا بيكسل وفتحة 1.8 وبتدعم OIS ودي ميزة مهمة جدا برضو تثبيت الصورة البصري في هذه الفاس سعرية مش بنشوفها في أجهزة كتير في نفس الفاس سعرية اللي الجهاز موجود فيها تثبيت الصورة البصري شيء مهم جدا عشان يطلع لك جودة صورة جويسة كاميرا ألت راويد بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة العاسة 2.2 والكاميرا التالتة خاصة بالمقرو 2 ميجا بيكسل وفتحة العاسة 2.4 كاميرا بتصار فيديوهات 1080 ب60 إطار كاميرا السيلف 16 ميجا بيكسل وفتحة العاسة 2.5 زاويتها عريضة وبتصار فيديوهات 1080 ب60 إطار ودي برضو ميزة في الفاس سعرية مش بنشوف كاميرات كتير أمامية بتصور 60 فريم بالكاميرا الأمامية الجهاز بيجي بسماعتين استيريو ودعم المنفذ 3.5 ملي خاصة بسماعات الأزن واي فاي الإصدار الخامس بلوتوس 5.2 جيب اس مزدوك ودعم الخاصية NFC ودعم الانفرابورد للتحكم في الأجهزة المنزلها من خلال أشاعة IR والجهاز كمان بيدعم الراديو FM ودعم الخاصية الأوتو جي بصمة الجهاز مدمقة في الشاشة من نوع أوبتيكال سرعة ممتازة ودعم المنزل التعرف على الواجه باستخدام الكاميرا الأمامية بطارية الجهاز 5000 ملي أمبير شحن سريع 67 واط 100% في حوالي 45 دقيقة دي كانت كل المعلومات الخاصة بجهاز البوكو M6 برو أتمنى فلنها ربكو الفيديو عجبكم لو عندك أي سؤال تسبب خناة التعليقات فإنما منساش تدعمني واشترك في القناة وليك للفيديو أشوفكم على خير للفيديو الجاي سلام